لأول مرة وعلى مستوى قليم كردستان والعراق تم افتتاح مشروع لتربية ماعز السانين السويسري في محافظة حلفجة تمت المباشرة به قبل عام بطاقة ألف ماعز اتتم استيراد 360 ماعز من فصيل السانين الحلوب من هولندا حقل الرأسان تعتبر إحدى مشاريع الرائدة والأمثل في قليم كولوسان والعراق بدأنا المشروع باستيراد حوالي 360 مع السانين جون من هولندا إلى مطار السليمانية الدولية مع السانين تعتبر إحدى السلالات الرائعة والمتميزة بإنتاج حليب بسبب كسرة إنتاجها اليومي المشروع تعتبر قل النوعية في إدارة المشاريع الإنتاج حيوانية من المشاريع الكلاسيكية إلى ما يسمى مشاريع الصناعية لأن إدارة المشروع عندنا من خلال برامج كومبيوترية لأن كل ماعز أنه آيدي المغناتيسي وأن أجهزة الزراعية متطورة لإنتاج الحليب عندنا بأقل كلفة وعلى مستوى من السلامة الغذائية يقدر إنتاج الحليب بأكثر من ألف طن وممقدار 25 طن من اللحوم سنويا وهي كمية تنشط السوق المحلية من الحليب واللحوم يمتاز حليب ماعز الثانين من أجود أنواع الحليب لقيمته الغذائية لكثرة الفيتامينات والمعادن والأملاح فيه قياسا من أنواع الأخرى يعتبر محافظة السليمانية من المحافظات الغنية بمشاريع الأغنام والماشية بشكل عام هذا لا يعني بحيث نحن ماشيين على خط الصحيح لأن الاستيراد حاليا يأثر على وضعية إنتاجنا لكن هناك بوادر جيدة من المنتجين مجموعة أصحاب رؤوس الأموال أحد أصحاب رؤوس الأموال حاليا يعملون على زيادة إنتاج المواشي بشكل عام والمعز بشكل خاص في منطقة حلبشة المشروع هم مشروع تربية حوالي 360 معز من نوع أجود أنواع المعز عالميا المستورد عن طريق الدولة الهولندية وأصل المعز السويسري إنتاجها يوصل كل مرة 3 لترات إلى 5 لترات وعلى طول السنة يضطيح حوالي ألف لتر هذا كشكل بداي واعتماده أكثر شي على العلف اللي يستخدم في هذا المشروع لكن عدوا من نية بحيث يكثرون الإنتاج من ألف لتر إلى أكثر من ألف أو ألف لتر سنويا هالمشاريع مشاريع صحيح مشاريع فردية لكن يضطي إشارات جيدة بحيث الحكومة والوزاة الزراعة يدبنى هيك نوع من المشاريع ويدعم هيك نوع من المشاريع بحيث الأساس الاقتصادي للعراق يعتمد على زراعة وبقية مجالات الأخرى وحاليا اعتمادنا على استيراد الألبان من الدول المجاهرة أكيد هيك نوع من المشاريع يخدم اقتصادي الوطني ويفيدنا بشكل جيد يشار إلى أن مشروع معز الثانين هو أول تجربة على مستوى إقليم كردستان والعراق وتعتبر نقلة نوعية من الحقول الطبيعية إلى الحقول الصناعية حيث تقلل من الكلفة وتزيد من الإنتاج من سليمانيا مخلد محمد قناة الدجدة الفضائية اشتركوا في القناة